بص انطلاقا بقى من هذا الفصل انا عجبني جدا مسألة انه الرئيس فطر مع الناس خد بالك فطر مع الناس في قرية في ملاوي على حد علمي ما حصلتش قبل كده دي نهائي انا بقولك على حد علمي نهائي فطار مصري عادي زي بتاعنا كلنا في كل البيوت الكراسي والدكك بتاعتنا في الصعيد التربيزة بتاعتنا عليها الفطار بتاعنا الناس بتتكلم بمنطقة التلقائية وبمنطقة الارحية بنوتة صغيرة من عمر ولادنا تقوم وتسأل الرئيس تقوله هو ستك مش خايف الحد يقوله رئيس ستك مش خايف قالت سيادتك مش خايف والرئيس يرد لأ انا مش خايف اولا زي ما فخمته قال شان ربنا موجود اتنين علشان احنا سوا احنا مع بعض احنا بنشتغل مع بعض ودي جملة بالمناسبة اكد عليها الرئيس في الكلمة بتاعته بقى مش في الفطار اقولك لما الرئيس قال ايه قال انه طول ما احنا مع بعض كده ودي دايما كلمته وإشارته ودي دايما كلمته وإشارته طول ما احنا مع بعض كده محدش أبدا 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 يقدر يعمل حاجة صح ما انت بتتكلم هنا على الرئيس اللي شايف زي ما قال انا في 2011 كنت خايف على البلد جدا جدا وخد بالك ان الرئيس من 36 مرورا بتوليه رئيسا للجمهورية في 2014 كلمته دي انطلاقا من ده من العشر سنين اللي عنده علينا من 2013 لحد عشرين تلاتة وعشرين احنا واحد فخلصنا على أبشع جماعة مسلحة عرفتها البشرية في العصر الحديث أبشع ناس خرجوا من تحت عبيتهم كل الأفكار المتطرفة والمسلحة وده أظنه كلام البريطانيين كلام الناس في باراجوي كلام الناس في جزر القاة يعني مش كلام نحن وبس الناس في مجلس العموم البريطاني في نوفمبر 2015 قالوا كده ان الجماعة دي هي اللي تسببت في ده تسببت في كل المجموعات المسلحة والمتطرفة والإرهابية اللي موجودة ده الكلام اللي قاله إعلام باراجوي مثلا بس علشان في 2013 احنا كلنا مع بعض واحد وعدنا نكمل ونبني ونكمل ونبني فاحنا بنعدي أنا بس عايز أقول لك حاجة أسهل حاجة كان النهار ده اليوم يبقى إيه؟ يبقى الرئيس بيزور المينيا والصعيد وافتتاح مشروعات ضخمة وعملاقة ويتعامل الفطار وكل الكلام الجميل ده وبس ولا ملام أنا بقول لك هو وبس يعني من غير لو ما كانش الرئيس أعلن عن الإجراءات كان يبقى طبيعي إجراءات إيه ومرتبات إيه اللي بتزيد ومعاش إيه اللي يزيد وبتخافل وكرامة إيه اللي يزيد لا ده البلد حالتها صعبة العالم حالته صعبة العالم حالته صعبة مزهرات في فرنسا في إنجلترا في إيطاليا فمش عارف إيه العالم حالته صعبة لا ناس حالتها العالم كله كده شرقه بغربه بشماله بجنوبه كله بيشد في شعره وبالتالي لو إنه النهار ده اليوم كان عده في إطار الرئيس ذهب إلى ألمينيا وافتتح مجموعة من المشروعات الضخمة والعملاقة وأشاد بأهالي الصعيد وفطر الصبح مع النسف المعصرف ملاوي وقال كلمة جيدة كان ممكن يبقى كل مفادها معلش يا جماعة خلونا نشد حلم مع بعض شوية ونستحمل بس السنة دي تعدي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ولا حد كان هيلوم هو يثق في ربنا سبحانه وتعالى ده مما لا شك فيه وكلنا ثقة في ربنا سبحانه وتعالى بس كمان كلنا ثقة في هذا الرجل والله العظيم كلنا ثقة في هذا الرجل وإحنا معاه لآخر الدنيا وكل مرة يطلع كلامه صح كل مرة يطلع كلامه صح